أما الإله الحق المستحق العبادة هو من هو الله عزيز وهذا معنى ماذا لا إله إلا الله يعني لا معبودة حق إلا الله هذه كلمة التوحيد أنا لا معبودة مستحق للعبادة إلا الله عزيز وحده لا شريك له وكل من سواه فمعبود بالباطل قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العي الكبير قال جل وعلا وإلهكم إله واحد قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فأمرنا ولذلك خلقنا أن نعبد الله وحده لا شريك له لماذا؟ لأنه هو المستحق للعبادة ولذلك لو قيلك لماذا لا تعبد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أو تعبد ملكا أو تعبد صنما أو حجرا لقلت ولما أعبده ما هو إيش؟ ما هو إلا مخلوق مثلي ومن المعبودات ما هو أدنى مني؟ قد يكون حجرا أو شجرا أو بقرة أو صليبا أو وليا أو نبيا أو ملكا كل هذه مخلوقات دون الله وقد أمرنا أن نعبد إلها واحدا وأن نتجنب عبادة من دون الله وكل مخلوقات الله هي دون الله عز وجل فالمعبود المستحق للعبادة هو الله وحده فلذلك وجب علينا أولا أولا أن نؤمن بأن الله عز وجل هو المعبود المستحق للعبادة ثانيا أن نعبده يعني لو قال قال نعم الله أنا متفق معك الله عز وجل يستحق العبادة ولم يقم بعبادته لا فائدة من هذا ولذاك ربنا جل وعلا ماذا أمرنا أن نعبده فقال واعبد الله وقال واعبد ربك حتى يهتك اليقين وقال وما خلقت الجنع إنسا إلا ليعبدوني وقال جل وعليه أيها الناس اعبدوا ربكم إذن نحن أمرنا أن نعبد الله لم نؤمر فقط أن نقر ونعترف ونؤمن بأن الله مستحق للعبادة لا أبدا فمن أقر بأن الله مستحق للعبادة وأعرض عن عبادة الله فهذا كافر لابد مع إقرارك وإيمانك واعترافك بأن الله مستحق للعبادة ها ماذا تقوم تعبده هذا الأمر الثاني ما هو الأمر الأول الإقرار والإيمان بأن الله المعبود للإله الحق والمستحق للعبادة الأمر الثاني نعبده الأمر الثالث أن لا نشرك به شيئا فمن أقر بأن الله مستحق للعبادة وعبده لكن عبد معه غيره فهو مشرك فالله على الله يرضى أن يشرك به ولن يغفر لمن أشرك به ونهى عن الشرك به نهيا عظيما وقال إن الشرك لظلم عظيم وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأواه النار ومال الضامي الأنصار لابد مع الإقرار بأن الله هو المعبود المستعق العبادة أن نعبده وشيء الأمر الثالث ولا نشرك به شيئا فمن عبد الله وعبد معه غيره فهو المشرك ولهذا قد لا تجدوا شوف قد لا تجدوا من لا يعبد الله الكل يعبد الله لكن الكل يشرك بالله إلا الموحد إلا الموحدون فإنهم ماذا يعبدون الله وحده لا شريك له الشيطان إبليس عبد الله ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة الشيطان دع الله ولا ما دعا دع الله ولا ما دعا دعا واستجاب الله له ماذا قال قال ربي انظرني إلى يوم يبعثهم قال إنك من منظرين وأقسم بالله قال فبعزتك الأغوي أنه أجمعي لكن لا ينفعه ذات لأنه أبا واستكبر وكان من الكافرين ترجمة نانسي قنقر